صرح السفير أحمد أبو سيد المتحدث والرسمي باسم وزارة الخارجية أنه في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تم اليوم الأحد إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البرية بالتنصيق مع السلطات السودانية وأضاف المتحدث أن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم والمكتب القنصلي في وادي حلفة مستمر في التنصيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلاءه امتباعا كان السفير أحمد أبو سيد قال إن الجالية المصرية في السودان بالألاف مؤكدا أن تبلوماسيين المصريين لا يغادرون الميدان قبل الاتمأنان على كل مواطن كما كشف أبو سيد أن أحد أعطاء السفارة المصرية أصيب بطلق النارية بالفعل وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى ضرورة توقي أقصى درجات الحذر كما خصصت وزارة الخارجية خطوطا ساخنة لتلقي اتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة